قد تكون هناك حرب ما لم توقع الولايات المتحدة وحلفاؤها تعهدا ملزما بعدم السماح لأوكرانيا أو غيرها من الجمهوريات السوفيتية السابقة بالانضمام إلى الناتو بهذه الكلمات الصارمة كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن نيته غزو أوكرانيا برغم نفيه السابق والمتكرر لتلك النية المبيتة صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أوردت قول بوتين خلال كلمته أمام مجموعة من كبار الضباط العسكريين الروس مؤكدة أنه بات يقترب شيئا فشيئا من نقطة لا عودة المطلب الروسي بشأن أوكرانيا والجمهوريات السوفيتية السابقة مرادف بحسب الصحيفة الأمريكية للاعتراف لروسيا بمجال نفوذ خاص بها وهو أمر لا يمكن للحلفاء في الناتو الوفاء به وبالتالي فإنه يبدو وكأنه مجرد ذريعة يطلقها بوتين تمهيدا للغزو المحتمل وبحسب الصحيفة كذلك فإن بوتين ليس لديه حق مشروع في أوكرانيا ويبدو أن ما يخشاه حقا ليس كما يزعم صواريخ الناتو الموجودة على أراضيها بل إنه يخشى من نمو وتطور ديمقراطية ناجحة ذات توجه غربي في كييف بوتين الذي أعرب مؤخرا عن أسفه بشأن العواقب الجيوسياسية التي ترتبت على انهيار الاتحاد السوفيتي يبدو أنه عازم على عكس دورة التاريخ ولو بالقوة ليس ذلك فحسب بل إنه يبدو أكثر تعجلا لإنجاز ما ينويه في هذا الشأن وحسب ما يقول محللون فإن بوتين ربما كان يخادع حتى الآن بقصد انتزاع تنازلات من الحكومة في كييف ومن الإدارة الأمريكية دون إراقة دماء إلا أن كلماته الأخيرة تشي بمدى تعجله كما أنها لا تترك مجالا كبيرا لتنازل يحفظ ماء الوجه الأمر الذي يرجح معه أن الحرب في أوكرانيا ربما تكون أقرب من أي وقت مضى شكرا